اشتركوا في القناة ويواجهه جمهور الاتحاد العاصمة في الوقت الحالي حيث طالقوا انذارين من قبل الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف بسبب استخدام الالعاب النارية في المباريات وفي حال استمرار هذا السلوك قد يطع الرد الفريق لعقوبات قاسية تصل الى اللعب بدون جمهور في مباراة الاياب بنهاء البطولة في حال تأهلهم ولهذا وجب على جمهور الاتحاد العاصمة ان يأخذ هذه التحذيرات على محمل الجد ويعمل على الامتناع عن استخدام الالعاب النارية في المباريات القادمة واخبرت الكاف ادارة اتحاد العاصمة انه اذا استخدم جمهور الاتحاد العاصمة الشماريخ في مواجهتهم القادمة في كأس الكاف فان الفريق سيتعرض لعقوبة اللعب بدون جمهور في النهائي وفي الاخير اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد